تهمات اسرائيلية للنظام السوري وإيران بالمسؤولية عن أحداث قطاع غزة التي قصفت خلالها حركة الجهاد الإسلامي مستوطنات اسرائيلية محاذية لحدود القطاع ردا على مقتل أربعة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مسيرات العودة عند السياج الحدودي ما استدعى تصعيدا إسرائيليا عبر استهداف القطاع بعشرات الغارات الجوية أتوجه اليوم إلى السكان قطاع غزة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخي أدرعي قال إن إسرائيل تعتبر النظام السوري وفيلق القدس الإيراني جزءا من الجهة المسؤولة عن الأحداث محذرا أنه لا توجد حصان داخل قطاع غزة أو خارجه لمن يتورط بالإرهاب وفق تعبيره أدرعي أكد أن إيران هي اليد الفاعل التي تحرك الإرهاب في المنطقة وأنها تدير أذرعها في غزة لتدميرها وزعزعة وضع سكانها باسم المقاومة شأن أي منطقة دفعت ثمن جرائم إيران على حد قوله مهددا حركة الجهاد الإسلامي بدفع ثمن باهظ في حال استمرت بتلك الأعمال القصف الذي قامت به حركة الجهاد الإسلامي أدى إلى خلط الأوراق في غزة وسط صمت تام من قبل حركة حماس التي لم تعلق على الموضوع الاتهامات الإسرائيلية للنظام السوري وإيران تأتي بعد زيارة قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياه الجمعة إلى العاصمة العمانية مسقط أجرى خلالها مباحثات مع العمانيين يقول مراقبون إنها تهدف إلى حث السلطنة على اتخاذ إجراءات لمنع انتقال الأسلحة عبر أراضيها من إيران إلى أذرع تابع لها في سوريا وغزة اشتركوا في القناة